طيب جيمي أنا للأسف الوقت بيروح مني بس عايز سألك سؤال أنت قلت لي عندك معلومة فيه النهاردة كانت المباراة فيها روح رياضية محترمة جدا بين الفلئتين قبل المباراة وبعد المباراة شوفنا اللقطة بتاعت الشناوي وزيزو اللعيبة بتسلم على بعض وأسوريو راجل مهزب وهدي من ساعة ما جاء مصر ما فيش أي أزمة إيه اللي حصل بين أسوريو محمد عبد المناء ومحمد وياسر إبراهيم في الآخر طيب أنا فيه لقطتين بخصوص نفس الموضوع اللقطة الأولانية كانت لقطة مميزة جدا بتحمل معاني كثيرة جدا في ظل الأجواء اللي أنت بتتكلم عليها يا كريم لقطة ما بين أحمد فتوح ومحمد الشناوي جوة المباراة ناس كتير وخليتش بالها منها بس خلينا نعرضها سوائن نعرضها لقطة ما بين أحمد فتوح وما بين محمد الشناوي بعد الكرة اللي تصدى لها محمد الشناوي دي هنعرضها هتيجي الأول من السريع وبعدين هتيجي هنشغالها تاني من الزوال العكسية بيحيي أحمد فتوح ومحمد الشناوي على تصديل الكرة اللي شالها من تحت العضة وبعدينها جات في القائم هي هتيجي تاني هتيجي تاني من الزوال العكسية وهو بينا هنا من فوق برضو وهبان من اللايف وهبان من الزوال العكسية لقطة يمكن الناس ما خدتش بالها منها فيه خلال المباراة فتوح بيسقف للشناوي على أنه بيشيل الكرة من تحت هتلاقي بيسقف بس وقفيني ارجع تاني بقى وقفها سبتها فلقطة الناس ما قفتش عندها كتير نعم بس نحاول نسبتها وبيسقف الناس ما خدتش بالها منها خلال المباراة لكن لقطة تحمل معاني كثيرة جدا ما بين أحمد فتوح ومحمد الشناوي زي ما قلت لك يا كريم الناس ما خدتش بالها منها لكنها لقطة مهمة جدا جدا هاتوا بقى وبيسقف خلال المباراة بعدها على طول بعد ما بعد الكرة ما تنزل على طول أحمد فتوح ولي كان رايح بقوا بصص على الكرة سقف محمد الشناوي وحقيقة احنا كنا جايبينها برضو من الرانج عشان نتأكد هو بيسقف محمد الشناوي اللي بيسقف لزميله أنا كانش في حد في اتجاه الكرة من 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 الأوبن بلاي من الزاوية المفتوحة إلا محمد الشناوي هو اللي في الخط وولي في الاتجاه ده بس مش أي حد تاني من الزمالك دي لا طال أولاري